بعد أخذ ورد وزير الداخلية البريطانية جيمس كرافلي يتخذ القرار الصعب بمنع حزب التحرير فالحزب أثار الانتقادات بعد دعوات مناصره علنا للقتال في التظاهرات المؤيدة لغزة ورغم أن الحزب ممنوع في عدة دول بينها ألمانيا وروسيا والعديد من دول آسيا الوسطى والدول العربية ورغم أنه يدعو للخلافة إلا أنه بقي مسموحاً له العمل في بريطانيا وكان محامون قد دافعوا سابقاً عن الحزب أمام الحكومة معتبرين أنه لم ينتهك قوانين الإرهاب إذ حاول كل من رئيسي الحكومة السابقين توني بلير ودايفيد كامرون منع الحزب بسبب مواقفه من إسرائيل وتأسس الحزب عام 1953 وله فروع في 32 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأسراليا وغالبية عناصره من الجالية الأسيوية وسبب المنع الراهن كما يؤكد كليفرلي ترويجه وتأييده لهجمة حمس هذا فضلاً عن اعتبار أن الحزب منظمة معادية للسامية تروج للإرهاب وتشجع عليه ويتطلب المنع موافقة البرلمان وتصل عقوبة الانتماء أو الدعم إلى 14 سنة سجن كما أنه من الممكن مصادرة موارد المنظمة بوصفها أملاكاً لمنظمة إرهابية ترجمة نانسي قنقر